السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم عزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا الخط واللون في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ رائع بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي كذلك أتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة كالمقص، المشرط، الدبابيس وإذا احتجت لاستخدامها أحسنتم ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت دايا بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون ملابسي أيضا لا ألطخها بالألوان طاولتي كذلك لا ألطخها بالألوان أضع النفايات أيضا في سلة المعملات فصلي أيضا يبقى نظيف هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا كما أخبرتكم الخط واللون لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم التباين التضاد اللوني أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يرسم الطالب والطالبة الخطوط ثانيا أن يرسم الطالب والطالبة مساحات خطية لونية متداخلة دعونا نتذكر ما أخذناه في دروسنا السابقة تكلمنا عن الخط ماذا نعني بالخط؟ هيا تذكروا معي للخطوط أنواع لدينا النوع الأول خط مستقيم كما نرى خطا مستقيما هيا نرسم خطا مستقيما حركوا أياديكم كأنكم ترسمون خطا مستقيما خط مستقيم طولي وخط مستقيم عرضي خط مستقيم نستخدم المصطرة لعمل الخط المستقيم أيضا لدينا خط مائل خط مائل هيا حركوا أياديكم كأنكم ترسمون خطا مائلا أحسنتم لدينا هذا النوع من الخطوط خط متقطع متقطع خطوط قصيرة ابتعدت عن بعضها فشكلت خطا متقطعا هيا نرسم خطا متقطع أحسنتم أيضا لدينا خطوط منحنية هيا أرسموا معي خطوط منحنية أحسنتم خطوط منحنية أيضا لدينا خطوط متعرجة هيا نرسم خطوط متعرجة أحسنتم خطوط حلزونية لماذا هي حلزونية؟ لأنها تشبه الحلزون هيا نرسم خطا حلزونية الشكل أحسنتم الخطوط من حولنا تذكروا ماذا قلنا عن الخطوط من حولنا في درسنا السابق بحثنا عن الخطوط من حولنا فوجدناها في كثير من الأشياء من حولنا دعونا نتذكر وجدناها على أغصان الأزهار أغصان الأزهار تشبه الخطوط خطوط مستقيمة خطوط منحنية خطوط مائلة كما ترون أغصان الأزهار أيضا بحثنا عنها فوجدناها في الحيوانات كما نرى الحمار الوحشي جسمه مخطط بخطوط جميلة كما نرى أبدعها الخالق سبحانه وتعالى خطوط جميلة كما نرى في الحمار الوحشي أيضا الأنهار الأنهار الجارية تشبه الخطوط كما نرى خطا متعرجا إذن النار يشبه الخطوط أيضا التباين التضاد اللوني أيضا تكلمنا في درسنا السابق عن التباين أو التضاد اللوني ماذا نعني بالتباين أو التضاد اللوني قلنا هو اختلاف الألوان عند ماذا عند تجاورها وتزداد قوة التباين عند ماذا عند زيادة الاختلاف تتمثل في ماذا تجاور ماذا وماذا قلنا اللون الأبيض مع اللون الأسود كما ترون اللون الأبيض مع اللون الأسود نرى هنا تضاد واختلاف لوني تضاد أي اختلاف أي تباين إذن تضاد واختلاف وتباين وتباين كلها نفس المعنى كما نرى في تجاور الأبيض مع الأسود أيضا نرى في تجاور اللون الفاتح مع اللون الغامق كما نرى لدينا أخضر ولكن هنا لدينا أخضر فاتح وهنا لدينا أخضر غامق إذن هناك تباين لوني هناك تضاد لوني كما ترون تجاور الفاتح مع الغامق هذا ما نعنيه بالتباين أو التضاد اللوني تعرفنا عليه في دروسنا السابقة ماذا عن درسنا اليوم؟ اليوم سوف نتعلم كيف نرسم نوعا من الخطوط ما هو هذا الخط؟ سوف نتعلم رسم الخط الحلزوني إذن اليوم سوف نتعلم كيف نرسم الخط الحلزوني سوف نتعلم كيف نرسمه على ورقة خارجية قبل أن نرسمه في كراستنا إذن نحتاج إلى قلمنا قلمنا الرصاص لنتعلم كيف نرسم خط حلزونيا أبدأ من الداخل بهذا الشكل وأبدأ بإدارة يدي وإدارة القلم حتى أرسم خط حلزونيا كما ترون حتى أستطيع أن ألون داخل الخط الحلزوني سأرسم خط حلزونيا مجاورا خط حلزونيا آخر مجاورا للخط الأول الذي قمت برسمه إذن أبدأ من هنا من الداخل وبنفس الشكل أبدأ برسم خط حلزوني آخر لماذا أفعل ذلك؟ لماذا أرسم خطين حتى أستطيع أن ألون داخل كما ترون بهذه الطريقة إذا أخطأت أستخدم المساحة لا مانع من أن أخطئ فأنا أتعلم أرسم خطوط حلزونيا جميلة فرسمكم دائما رائع وجميل إذن مرة ثانية نتعلم في ورقة خارجية نرسم خط حلزونيا سأرسمه خط صغير أو خط حلزوني صغير كما ترون مرة ثانية حتى أستطيع أن ألون داخله بعد كما ترون بعد أن تعلمت الرسم على ورقة خارجية أستطيع الآن الرسم في كراستي أبدأ برسم خط حلزوني بجواره خط حلزوني آخر كما ترون إذن تعلمنا الرسم كيف نرسم خطوط حلزونية هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا أيضا؟ لدينا تصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز تشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلمه تعمله في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلمه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته